طبعاً النهاردة من الحاجات برضو اللي احنا عارفينها ان ميستر كولر جاله نزلة برد جديدة من يومين بس من يومين بس الوضع الطبيعي اه راجل محترف يعني ولا لا ابن الابناء النادي الاهلي ولا جاي يعني بقى له فترة مع النادي الاهلي الوضع طبيعي حيريح لان هو تعبان جداً تعبان الراجل صمم انه ينزل ماتش النهاردة هو تعبان يقود الفريق من الملعب ياريت لو معنا سؤادي ميستر كولر برغم من التعب اللي هو حاسس به تحامل على نفسه وقال لك لا لازم انزل وقود الفريق من الملعب واللي يحصل يحصل الراجل ده ما بقلوش شهر وشوية في النادي الاهلي ماكملش شهرين ماكملش شهرين لكن عارف قيمة وعظمة النادي الاهلي الراجل في شهر ولا شهرين محب للنادي الاهلي قبل ما يحب شغله لان ده احتراف قبل ما يحب شغله ويحب نفسه ومحب للنادي الاهلي فيش حد بيعمل كده فيش حد برا بيعمل كده والله ولا جوه دلوقتي ولا جوه فيش حد بيعمل كده غير تلاقي الحاجات دي موجودة في النادي الاهلي راجل غريب عننا ولكن هو بقى منتمي لأسرة النادي الاهلي من شهرين من شهرين بس بقى ابن من ابناء النادي الاهلي زي ابناء النادي الاهلي بيصرف زي ابناء النادي الاهلي زي اي حد كان منتمي للنادي الاهلي زي جماهير النادي الاهلي جماهير العشقة للنادي الاهلي نسبة الجماهير يعني مهما اتكلمنا عن جماهير النادي الاهلي العظيمة مهما كل مرة بقول كده وكل مرة هقول كده كل مرة هقول كده انتوا صاحب اي انجاز صاحب اي بطولات معانا على الشاشة كواليس ما قبل المباراة وطبعا ربنا يكون فعون الجهاز الفني ويكون فعون اللعيبة النهاردة غيابات غيابات صعبة غيابات مؤثرة ولكن زي ما احنا الماتش اللي فات مثلا كنا بنتكلم على ايه قبل المباراة على غياب قليو ديانج افضل لعبي مصر في فترة اللي فاتت على الاطلاق في الدول المصر انا بكلم عن الدول المصر ومع ذلك عمر الصلية وحمدي فتحي ما حسسوناش في الملعب ان احنا نقصين ديانج خالص خالص هما دول لعيبات النادي الاهلي نهاردة خمس ست لعيبة تقال بيغيبوا ان شاء الله اللي موجودين كلنا كجماهير النادي الاهلي عندنا ثقة فيهم عندنا ثقة ان هما حينزلوا يقدوا من الحاجات الكويسة قوي 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 في ميستر كولر ان هو ما بتفريش معاه الحاجات دي بالعكس واحد غاب بيدخل واحد مكانه بيحضر كويس جدا 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 قبل المباراة وبيحضر اللاعيبة كويس جدا للمباراة مهما كانت الغيابات وده اللي بيعمله يعمله مدرب عنده خبرات مدرب كوف المدرب الكوف ايه ده اللي احنا عشان فيه ناس بتقولك ايه انتو اي حاجة هتنسبوها للمدير الفني اه فيه مدير فني بتظهر بصماته بسرعة وفيه مدير فني بتظهر بصماته بعد فترة ميستر كولر ظهرت بصماته بسرعة راجب بقى له شهرين بيشتغل لا واضح ان فيه حاجة واضح ان شخصيته قوية واضح انه منظم نفسه كويس جدا برى الملعب وجوه الملعب واضح انه هو بيتم بكل صغيرة وكبيرة سواء برى الملعب أجوه الملعب واضح انه هو عمل نظام في الفرقة برى الملعب وجوه الملعب انت لو حدرك نتكلم فني تنظيم دفاعي حدث ولا حرك خمس مباريات حتى الان لم يدخل مرمى النادي الاهلي اي هدف كنا بنعاني سنة اللي فاتت من الحتة دي الحمد لله رب العالمين نتمنى ان شاء الله المزيد بس يعني ايه عشان ما قلتقولوش بس ان انا بقول كده فقدر الله يحصل حاجة لا باين كويس قوي 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 انه هو منظم دفاعين جدا 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 لعيبة ملتزمة في الملعب جدا 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 حاجة حاجة كنا مفتقدينها في بعض الفترات الفترات اللي فاتت الروح العالية شخصية النادي الاهلي روح الفانيلا الحامرة رجعت رجعت وعملت زيد من ماتش لماتش عملت زيد تحية كبيرة جدا 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 لعيبة النادي الاهلي انا عارف ان هم يعني هيقولك ايه انا مش محتاجة تحية لان ده دوري بس انتو عشان فترة من الفترات البعض هاجمكم لازم نديكوا حقكم لما تبقوا كويسين لازم نديكوا حقكم ولما تبقوا نص نص لازم ندعمكم ولازم نفضل وراكم لان هو ده جمهور النادي الاهلي هو ده جمهور النادي الاهلي العظيم احنا اوقات كتير جدا كنا يعني مش موفقين حتى وحنا لعيبة والله اللي كان بيطلعنا بعد توفيق ربنا من الحتة دي جمهور النادي الاهلي العظيم جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيعمل الكلام ده دلوقتي جمهور النادي الاهلي العظيم اللي ما بيتغيرش أبدا على مر التاريخ جمهور النادي الأهلي العظيم اللي هو صاحب انتصارات النادي الأهلي هو اللعيب رقم واحد في انتصارات النادي الأهلي هو اللي ليه كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام مننا كلنا مهما اتكلمنا مهما قلنا مش هنقدر نديكم حقكم مش هنقدر نوفي حق جمهور العظيم دو ربنا يخليكم لينا وربنا مش عارف اقول ايه يعني يخليكم لينا ودايما مفرحينكم ودايما مفرحيننا ودايما ورانا ودايما بتدعموا النادي الأهلي توفيق نمر واحدنا عند ربنا يأتي بعد كده منظومة وجمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي العظيم جمهور النادي الأهلي العظيم اللي ورا انتصارات النادي الأهلي دي كلها طبعا نفسي أقول كلام كتير جدا 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 عن اللي حصل بعد ماتش السوبر وعايز أشكر الجماهير واحد واحد وعايز أشكر الجماهير إنها عانت فترة من الفترات وعارفينها عانت إزاي مش عايز أتكلم تاني وعايز أشكرها من اللي بتعمله دلوقتي من اللي بتعمله حتى وإحنا خسرانين تحس إنه قوف الجمهور ورانا كأننا وغنين كل البطولات هو ده جمهور الأهل العظيم وهو ده الفرق بين ما احترامي الجمهور الأندية جمهور النادي الأهل العظيم وبقية الجماهير في مصر